السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم يا أهل الخير وأنتم تشاركون معنا في حملة أستغفر الله العظيم بنية خالصة الفرج الفرج وجلاء الهم وذهاب الكرب والفرج عن المساكين يا حسر عليك يا سوريا شو صار فيك ضباع الأرض كلها الأخسة نهشوا لحمك وتركوا أجزائك للحيوانات الرمامة أيتام على مائدة اللئام الوضع يا إخوتي يعني سيء للغاية وضع المساكين تعرفوا أنا شغلتي خادم المساكين وضع المساكين يبكي والله يبكي الحجر وكتير يعني كتير لدرجة أنه واحد عاجز ويتهرب ما في أمك ما في أمك ما في فلوس والناس بحاجة للعوم كتير المؤمن بارح وضعنا اسم هذا الأخ لمدينة الباب هو مهجر من الغوطة معاق ما بدر يمشي مهجر من مكان إلى مكان إلى مكان وصل لأني طابق تاني نار ما في عنده شيء إلا حصيرة هذا الكلام أكيد لأنه إحنا أرسلنا لعنده شخص على البيت من أهل مدينة الباب رجل معي موثوق كتير ناس تفاعلوا يعني مع الأمر أنا جمعت له أقل من 200 دولار يعني إحنا بعت له 200 دولار أنا بيصالوا إن شاء الله مو منيها يعني أنا ما دخني وأنا أتمنى أنه ما يجيني مصاري أبدا ولا ما للصدقة يدخل بيتي أبدا يعني ما للصدقة ما أحبه ويقترب علي أنا أبوس إيدك إذا بدك تساعد تساعد مباشرة لا تحول لي لأنه مسئولية وهم ومحاسبة المهم يا أخواتي أهل الخير كتار وما حيأصروا إن شاء الله ما حنأصر مع هذا الأخ المسكين المهجر من الغوطة المصاب المعاق المعيل المعدوم أطفال صغار ما إلو حدا ما بدي نمشي طابق تاني فوق هذا مثال بسيط هذا مثال بسيط على أهلكم شو عم يعانوا يعني ما الكلام لا يستطيع أن يصف قال يعني اللي يريجليه بالفل آه ممتل اللي يريجليه بالمي الباردي أسأل الله أن يفرج عنهم نسأل الله أن يفرج عنهم يعني شو بدي يحكي الواحد لا أدري إلى الله المشتكة إلى الله المشتكة المهم يا أخوتي أنا اللي بدي ألكون أنه مبارح وقت حطيت هذا الإعلان تبع الشب هذا والله أهل الخير تنافسوا منافسي الحمد الله الحمد الله صحيح أنه حالته المادية تعباني بس والله اللي معه ميت كرون يمكن ما معه ميت كرون اللي خود هاي الميت كرون ما معه غيره بجوز والله أعلم ما معه غير الميت كرون زايدة معه آه خود ها الميت كرون بعتلو إياها أكلو خليها لك يا أخي آه لا فالخير في أمة محمد إلى يوم الدين وإلا ما يوم القيام يقوم هالأم أم يطلع المارد من هالأم أم ويرجع عز الإسلام وإن غدا لناظره قريب وصلى الله على سيدنا محمد